موسيقى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تتن أهلا بكم يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا مع وزير الإسكان عاصم الجزار لمتابعة المشروعات المتعلقة بالقطاع كما يعقد مدبولي اجتماعا مع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي لمتابعة معدلات الشكاوى التي يتم العمل على حلها أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عاصم الجزار قرارا وزاريا باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة العالمين الجديدة والمنشأة بقرار من رئيس الجمهورية وذلك أعمالا لنصوص قانون البناء الموحد ولائحة التنفيذية والتي تقضي بعداد مخططات استراتيجية تحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية لا سيما بالمدن الجديدة الجاري إنشاؤها أطلقت وزارة التجارة والصناعة خارطة طريق لدعم التصناع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ذلك بالتعاون الوثيق مع ممثل القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتنفيذ تحالف استشاري دولي مصري سويسرية من خلال مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية أكد وزير المالية دكتور محمد معيت أهمية مواصلة مصر جهودها لدعم مبادرة ميثاق أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين وقال معيت أمام اجتماع مجموعة دول العشرين أن مصر تسعى لقيادة القارة الأفريقية إلى مستقبل مزهر بالتعاون والتنصيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقية كما أوضح معيت أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة وأن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح الشعب الليبي إلى الوقوف مع الجيش الوطني ودعم عملية تحرير طالبوس مؤكدا أن إجراء الانتخابات مرهون بتسليم الميليشيات لسلاحها وخلال أول جلسة للمجلس بمقره الرسمي الجديد في مدينة بنغازي شدد صالح على أن الجيش الوطني حريص على بناء دولة القانون والمؤسسات وأن بلاده حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب كما دع صالح قادة العالم عدم تدخل في شؤون بلاده الداخلية احتراما للشعب الليبي أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال أربعة سيرلانكيين للاشتباه في انتمائهم لمنظمة متطرفة محظورة وأوضحت الشرطة أن المعتقلين الأربعة وصلوا البلاد على متن رحلة دولية من مطار لطون في مقاطعة بيتشفوردير الأربعاء الماضي وأنها اشتبهت في قيامهم بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وعليه تم القبض عليهم حيث يجرى تحقيق معهم في أحد مراكز الشرطة اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بتورط في الانهيار الاقتصادي في فنزويلا عن طريق تمويل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو كما حضر بومبيو في الوقت ذاته من التواجد العسكري الروسي في فنزويلا من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على أربع شركات وتسع سفن تابع لفنزويلا في أحدث محاولاتها للضغط على الحكومة الفنزولية التي تراها واشنطن غير شرعية رياضيا يلتقي نادي الأهلي مع نادي سانداونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء اليوم على الساد برج العرف الإسكندرية في إيابي دور ربع نهائي دور أبطال أفريقيا وتبدو مهمة الأهلي بلغت الصعوبة في التعويض بعد خسرته في مباراة الذهاب التي يقيمت في بريطوريا بخمسة أهداف دون رد لذا يحتاج الفريق الأحمر لتسجيل أكثر من خمسة أهداف ورد الاعتبار في مباراة اليوم حتى يتمكن من التأهل لدور النصف النهائية ختام الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة